السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العسل بالسوق الألماني موضوعنا لليوم مثل المشايفين عشرات الأنواع بأسماء وألوان مختلفة وأكيد المذاق والجودي مختلفة ومتفاوتي والأكيد أن الكلبي عاني من الحيري لما بفوت على المولة يشتري عسل بسبب هذا التنوع نفس العسل بأسعار متفاوتي وماركات مختلفة إن كان مثل المشايفين عسل الزهور أو عسل الغابي أو عسل الطلح الأبيض أو كل باقي الأنواع بصراحة تنوع محير وخاصة وجود شائعات عن الغش التجاري وبسبب هاي الشائعات الكلبي تبادر لذهنه ينفذ تجارب ليتأكد من جودة العسل يلي هي فينا نقول عنها تجارب اليوتيوب يلي هي قولا واحدا إن كانت تجارب النار أو المي أو الرمل هي تجارب خنفشارية حتى في ناس معتمدية على قناعات مسبقة بتخصلون العسل إذا كان العسل أبيض شفاف مثل عسل الطلح الأبيض ما بناسبة تشتري عند قناعات مسبقة العسل الشفاف ما نوعسل لازم يكون غامئ في ناس بتقول لازم يكون أسود مثل العسل الأفوغادو اللي قدامنا بالمقابل في ناس دانين لما تشوفوا العسل شلون عما ينزل بشكل متقطع بتقول ما نوعسله هذا الكلام قولا واحدا غلط عسل الكينة متبلور نصف تبلور يسمى بالتبلور المعلق وهو على العكس تماما من المعتقد هو دليل جودي العسل الكريمي عسل الربس الألماني شهير جدا من أشهر وأرخص أنواع العسل وأكتر عسل بتناولوا الألمان في كتير ناس ما بيعجبها قوامه الطريقة الوحيدة للتأكد من جودة العسل هي طريقة المختبر بعيدا عن المختبر لا يمكن ويستحال التأكد من جودة العسل وهناك مخابر رسمية في ألمانيا تقيس جودة المنتجات أشهرها هذا المختبر وعلشان يكون الفيديو مفيد حقا اشتريت منهم نتائج فحص العسل لعام 2019 الحالي وحقيقة كانت النتائج صادمي مثل ما شايفين أربع أنواع من عسل طلح الأبيض كانت سيئة بالمقابل عسل طلح الأبيض من ريفي كان جيد بالنسبة لعسل الغابي كان موضوع مختلف العسل الأغلى كان مقبول وعسل الآلدي اللي هو الكيلو بست يورو كان جيد بالمقابل كان تقييم عسل الزهور بالآلدي مقبول نوعا ما مثل ما منقول يا لوبو مقبول تقييم عسل فورتسين كان مقبول أكتر والأفضل بالعسل الزهور كان هو عسل ليدل بدرجة جيد وهي الأنواع الثمانية مثل ما شايفين حصلت على تقييم سيئ لعام 2019 مع أنه أغلبها بيو ماركات شهيرة وهذا العسل اللي مرأ معنا من شوي طلع فيه بالفحص نسبي من مبيدات عشبية مثل ما شايفين نتائج فحص العسل لعام 2019 قصيت أنا الصور طبعا اللي بيحب يشتريه من المخبر في فوت عن نت رح أحط رابط إن شاء الله تحت الفيديو بيفوت بيشتريه ب2 يورو ونص على ما أظن وبيجيم الف بي دي اف بيحملوا بيكون فيه تفاصيل أكبر وأوسع مثل اللي حكينا عن العسل اللي فيه مواد ضارة أو مبيدات عشبية أو غيره طبعا أكيد إذا بنحكي عن العسل لازم نحكي عن عسل نيوزيلندا الشهير جدا طبعا غالي بس له فوائد عظيمة جدا عسل منوكا وهي هدية لأصحاب نظرية العسل الكريمي أو المتبلور هو عسل مخشوش نشوف هون عسل منوكا الشهير على شكل كريمي بعيدا عن التقييمات في أنواع بالمولات ما بتطول التقييمات التقييمات اللي حكينا عنها الفحص المخبرة بطول تقريبا حوالي 38 نوع الأشهر في ألمانيا لمحبي العسل فيه مثلا في مول كارشتات بحر من أنواع العسل جميع أصناف وأنواع العسل تقريبا منها الصافي ما موجود فيه غير عسل وفي منها علب لازم ننتبه على المكونات إذا كانت مسكورة فمعناتها فيه إضافات على العسل مثل ما شفت أول فيديو أنا مجرب نوعين من هون يلي هني الأفوغادو والكينة وكانت تجربي لمجرد الفضول وشرح الأنواع مو أكتر أنا بفضل العسل طلح الأبيض طبعا لازم تكون متأكد من جوته وبفضل العسل الكريمي يلي كمان وجد بأول فيديو وفي عسل الغابي وعسل السرو موجودين كلهم بالمولات فيكم تشوفوا التقييمات وتختاروا البناسبكم هون مثلا عندنا عسل للكمى طبعا هو عبارة عن خليط ما في للكمى زهور وعبارة عن خليط وهذا الشيء بكون مسكور بالمكونات يفضل دائما حتى لو كنت متأكد من المنتج أنك تقرى المكونات ممكن تقرى شيء ما يعجبك ممكن يكون مضاف له زنجبيل ممكن يكون مضاف له أنواع تاني شخصيا كنت حب هذا العسل وفضله لفترة من الفترات بس هلأ عم حب العسل الخفيف مثل ما ذكرنا أنواع كتيري متنوعة جدا هذا العسل اللي كان مسكور بالتقرير المصور طبعا بالصور موجود أغلب أنواع العسل من تشرب ألمانيا هوني عسل المنوكا موجود بالكارشتات بالتعاون مع ريفي سعر العبوي 30 يورو طبعا كلياتنا منشوف عسل بعبوات بلاستيكية لا يمصح به طبيا طبعا لأنه لو تعرضت العبوي لحرارة الشمس رح يصير في تفاعل ضار هوني العسل السرو مرين عليه من شوي هو تقريبا أغمق أنواع العسل في ألمانيا لمحبي التنوع أكتر وأكتر في مولات البيو نلاقي فيها منتجات متعددة متنوعة عسل كريمة عسل متبلور عسل معلق أنواع كتيري وغير داخلي بالتصنيفات اللي حكينا عنها اللي هي بتشمول فقط 38 نوع بنهاية الفيديو بحب تشكر كل اللي يتابعونا وخاصة اللي راح يقدروا يعملوا اشتراك اللي يتابعوا معنا سلسلة الفيديوهات اللي يتابعوا معنا سلسلة الفيديوهات اللي يتابعوا معنا سلسلة الفيديوهات